اجتماع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع المستشار عمر مروان وزير العدل وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول متابعة أبرز محاور تطوير منظومة التقاضي على مستوى الجمهورية خاصة ما يتعلق برفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات أو من ناحية تطوير الجانب التقني بها حيث وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بتعزيز استخدام أحدث الوسائل والتقنيات الإلكترونية والتكنولوجية في منظومة عمل المحاكم وإجراءات التقاضي وتوفير الموارد المالية اللازمة في هذا الشأن بما يحقق سرعة الإنجاز وحوكمة الإجراءات بهدف تقديم خدمات مميزة ومتطورة للمواطنين وتم خلال الاجتماع كذلك عرض مستجدات تطوير منظومة الشهر العقاري حيث وجه السيد الرئيس بمواصلة ميكنة جميع الفروع ومكاتب التوثيق لتطوير آليات العمل بالشهر العقاري والوثائق التي تصدر عنه فضلا عن تعزيز عملية انتقاء وتأهيل أفضل العناصر والكوادر البشرية للعمل به في ضوء أهمية هذا القطاع في تسهيل التعاملات اليومية للمواطنين على مستوى الجمهورية